ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نقلة نوعية وخطوة جادة في مراحل تطور مشروع العقوبات البديلة ننتقل للمرحلة الثانية من برنامج السجون المفتوحة مرحلة الأولى كانت عن فترة معينة قضينا فيها دورات تدريبية تعهيلية لانخراط في المجتمع وعلمونا مهارات معينة منها الشراكة المجتمعية مهارات تواصل أيضا خذنا من أنواع الدروس التي فيها علم ومعرفة وتحصيل علم وتعصيل معرفي ولان نحن في طور الانتقال للمرحلة الثانية الاندماج في المجتمع تكون فيها برامج تأهلية وبرامج ترفيهية من خلالها يكون المستفيد ينخلط في المجتمع تدريجيا حتى يكون عضو فاعل وراح تكون دورات مثل ما شفنا مآخرا كان أنه فيه شركات ومؤسسات راح تدعم المشروع وأنه الكل المستفيد راح يكون بإمكاني يكون رائد عمل أو بإمكاني أن يكون يرجع بشكل عام أنه يكون عضو فاعل في المجتمع وتتضمن هذه المرحلة والتي يتم تنفيذها بمبنى السجون المفتوحة والمجهز وفق أعلى المعايير الإصلاحية والتأهلية يتضمن التركيز على تطوير الجانب العملي للمستفيدين من خلال تقديم برامج تساعدهم في الاعتماد على الذات وتعزيز ثقتهم وقدراتهم المعرفية والمهانية ومشاركتهم الإيجابية في كافة مناح الحياة بالإضافة إلى أقامة المشاريع والاندماج في سوق العمل وهو ما يتم بالتعاون مع مؤسسة إنجاز البحرين ومركز ناصر للتأهيل والتدريب وعدد من الإدارات المعنية في وزارة الداخلية وصلنا طبعا للمرحلة الثانية برنامج السجون المفتوحة بعد خضوعنا إلى تقييم ودورات مكثثة في البرنامج الدفع الأولى طبعا استقبالنا تم كل أريحية بشكل جدا منظم صار طبعا تسليم الأمانات من قبل الإدارة بطريقة منظمة جدا ما خدنا وقت وايد طبعا النظام جدا مرتب البلد الموضوع جدا جديد شيء جدا راقي فوق الخيال اللي توقعناه حبيت أشكر إدارة تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة على تحت الفرصة لأننا كمستفيدين هنا نكون في هذا الكمبوند الصراحة عمل جبار اللي أسوه في مدة قياسية فمن خلال التنظيم أو من خلال حتى المباني العصرية اللي احنا فيها فجهد يشكرون عليه جزير الشكر الصراحة وإن شاء الله نكون على قد المسؤولية ونبيض الويه إن شاء الله لنا على المستوى الثاني من برنامج السجون المفتوحة وانتقلنا إلى المجمع السكاني الراقي طبعا المجمع يتكون تقريبا من عشر ذلل مع نادي صحي جيم ونادي ترفيهي في كل أنواع اللعب والتسلية والانترتيمنت دخلنا الفلل وجدناها أنها مصمبة بأحدث الأجهزة حتى المصابح مالها وهذه كلها في الإيدي اللي هي مال إنما حققته البحرين من ريادة واضحة للجميع في مجال العقوبات البديلة والسجون المفتوحة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن حقوق الإنسان كانت وستظل واقعا مشرفا في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر